السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بجميع المتتبعين مرحبا بجميع التلميذات والتلاميذ إذن اليوم إن شاء الله سنحاول تصحيح الفرض المحروس الأول من الدورة الأولى الخاص بالسنة الأولى إعدادية مادة علوم الحياة والأرض مسلك عام إذن بخصوص هذا التمرين سنحاول تصحيحه إن شاء الله إذن نبدأ بالمكون الأول وإسترداد المعارف وعليه 8 نقاط إذن بخصوص التمرين الأول السؤال الأول ضع علامة أمام صحيح أو خطأ على الاقتراحات التالية إذن الاقتراح الأول نستعمل جهاز الأوكسيمتر لرؤية الكائنات الدقيقة في التربة إذن فهو جواب خاطئ لماذا؟ لأننا نستعمل جهاز بيرليز لرؤية الكائنات الدقيقة في التربة الاقتراح الثاني يعتبر البراميسيوم كائن عديد الخلايا إذن البراميسيوم ليس بعديد الخلايا ولكن فقط يتكون من خلية واحدة إذن نقول لأنه كائن وحيد الخلية إذن خطأ ثم الاقتراح الثالث لرؤية الكائنات المجهرية نستعمل جهاز بيرليز والجواب خاطئ لماذا؟ لأننا لرؤية الكائنات المجهرية نستعمل المجهر ثم اقتراح الرابع يتكون الوسط الطبيعي من مكونات إحيائية ومكونات لا إحيائية وهذا صحيح ثم للخلية الحيوانية شكل مستطيلي وهذا خاطئ بل للخلية النباتية شكل مستطيلي أما الخلية الحيوانية فهيها شكل تقريبا دائري أو كراوي ثم تتكون الخلية الحيوانية من نواة وسيتو بلاسم فقط وهذا خطأ بل تتكون الخلية الحيوانية من نواة وسيتو بلاسم وغشاء سيتو بلاسم إذن سنترك لكم التصحيح بعد قليل إذن لاحظوا التصحيح إذن خطأ خطأ ثم خطأ ثم صحيح ثم خطأ خطأ إذن فقط الجملة الصحيحة هي يتكون الوسط طبيعي من مكونات إحيائية ومكونات لا إحيائية إذن كما تشاهدون على أنه هو امتحان جد بسيط السؤال الثاني عرف المصطلحات التالية الفرنة ثم الخلية إذن الفرنة مدى نقصد بالفرنة هي مجموع النباتات الموجودة في وسط طبيعي معين هناك الفرنة وهناك الفرنة إذن الفرنة هي مجموع الحيوانات الموجودة في وسط طبيعي معين والفرنة هو مجموع النباتات الموجودة في وسط طبيعي معين أو محدد ثم الخلية إذن ماذا نقصد بالخلية؟ إذن الخلية هي الوحدة التركيبية لجميع الكائنات الحية والفرنة هي الوحدة التركيبية لجميع الكائنات الحية وتتكون من نواة سيتو بلازم وغشاء سيتو بلازم إذن الثالث مباشرة أعطي مثالين لوسطين طبيعيين إذن أعطينا واحد لججد الأمثلة دي الوسطين طبيعيين إذن مثلا غابة، بحر، شاطئ، صحراء، ضايا، شلال هذه كلها عبارة عن أوساط طبيعية ثم السؤال الرابع أذكر خاصيتين من خصائص الكائل الحيوانات الموجودة كان عرفوا أن الكائل الحيوانات الموجودة في مجموعة من الخصائص إذن مثلا قلونا نغير أن نذكروا ججد الخصائص إذن ممكن نذكروا التنفس، ممكن نذكروا التوالد، ممكن نذكروا النموم، ممكن نذكروا التغذية إلى غير ذلك هذه كلها خصائص ومميزات تميز الكائل الحيوانات الموجودة صحيح؟ إذن قلنا السبب على نوع أن أعطينا التعريفات إذن قلنا الفوناء إذن بالنسبة لكي يشاهدوا الفيديو وما عندوش فكرة الفوناء إذن ياخدوا ريقة إذن أنا أقول لكم تعريف الفوناء هو مجموعة الحيوانات أو مجموعة الكائنات الحيوانية الموجودة في وسط طبيعي معين ثم الخلية هي الوحدة التركيبية لجميع الكائنات الحية وتتكون من نواة سيتو بلازم وغشاء سيتو بلازمي أعطينا المثالين للوسط طبيعي مثلا الغابة بحر إلى غير ذلك وإذكر خاصية من الخصائص الكائل الحين التغذية والتنفذ إذن المكون الثاني التمرير للأول خلال دراسة وسط طبيعي وجدنا عدة عناصر في هذا الوسط مثل حلزون، القط، تربة، الماء، البقرة، الهواء سؤال أول رتب العناصر الموجودة في هذا الوسط في الجدول أسفل إذن نبدأ بالمكونات الإحيائية إذن هي الكائنات الحية، مثلا نقول مكونات إحيائية أو كائنات حية إذن ماذا يمكن أن نضع في هذه الخنة؟ إذن عندنا أول عنصر هو الحلزون، ثم القط، ثم البقرة إذن هذه تدخل ضمن المكونات الإحيائية وبقيت لنا التربة والماء والهواء إذن التربة والماء والهواء ندخلها ضمن المكونات اللائحيائية إذن ثلاث عناصر نضعها في المكونات الإحيائية هي الحلزون، القط، البقرة وثلاث مكونات أخرى نضعها في المكونات اللائحيائية وهو التربة، الماء والهواء إذن كما لاحظتم على أنه امتحان جد سهل إذن فقط يجب التركيز خلال الامتحان صحيح؟ إذن كنا نعرف أنه قريب عندكم امتحانات إن شاء الله إذن بعد تقريبا 20 يوما سنبدأ بالامتحانات إذن بخصوص تحيح ديال التمرين الأول إذن سبقنا سحينا السؤال الأول لابا الآن السؤال الثاني حدد دور المكونات اللا إحيائية بالنسبة للمكونات الإحيائية بمعنى ما هو دور التربة والماء والهواء إلى غير ذلك ما هو دوره بالنسبة للمكونات الإحيائية اللي يقول حلزون القط البحرة إلى غير ذلك إذن دورها هو أنها توفر ظروف العيش المنائمة أنها توفر ظروف العيش المنائمة أو المناسبة بالنسبة للكائنات الحية ومثل هذه الظروف الملائمة مثلا نجد أنها مسكن يعني أنها عبارة عن ما تمثل مسكن بالنسبة للكائنات الحية ومشرب بالنسبة للكائنات الحية وأنها توفر كذلك المأوى بالنسبة لهذه الكائنات الحية ننتقل مباشرة إلى السؤال الثالث أعطي الطريقة المتبعة لاستخراج الكائنات الموجودة في التربة إذن كيف نستخرج الكائنات الموجودة في التربة؟ إذن طريقة سهلة وسبق أن تعرفتم عليها خلال الضرس إذن يكفي فقط استعمال ما يسمى بجهاز بيرليس إذن نأخذه نعلم أن جهاز بيرليس يتكون من قيمة مصباح غربال إلى إذن نضع عين من التربة داخل الغربال ثم نسلط عليها الضوء وبعد مدة نلاحظ أن هذا الضوء فهو بعد مرور الوقف يعطي طاقة يعطي حرارة وعندما تحس هذه الكائنات الموجودة في التربة بالحرارة فهي تتعمق نحو الأسفل هروبا من الحرارة وبالتالي تجد التقوب الغربال وتسقط في الإناء الذي يحتوي على الكحول ونجد مجموعة من الكائنات من بينها حمور قبان إلى غردل أمر أربعة والأربعة إذن هذه الكائنات توجد في التربة وذي الأرض إلى غردل إذن ننتقل مباشرة إلى التمرين الثاني إذن للكشف عن التبادلات الغازية عند الحلزون قمنا بوضع الحلزون داخل قرورة وبعد مرور بعد دقائق لاحظنا تعكر ماء الجير وانخفاض نسبة الأكسجين إذن السؤال الأول كيف تفسر تعكر ماء الجير؟ إذن نعلم أن دائما ماء الجير فهو يتعكر بفعل وجود غاز ثنائي أكسيد الكاربون يعني السيؤودو يعني من الذي طرح السيؤودو؟ هي الحلزون إذن نقول على أن تعكر ماء الجير راجع إلى طرح الحلزون لغاز ثنائي أكسيد الكاربون داخل القرور وبالتالي داخل ماء الجير إذن السؤال الثاني لماذا خفضت نسبة الأكسجين؟ إذن بما أن الحلزون طرحت تنائي أكسيد الكاربون فإنها تأخذ في المقابل تنائي الأكسجين إذن انخفضت نسبة الأكسجين لأن الحلزون أخذت نسبة من الأكسجين الموجودة داخل القرورة ولهذا انخفضت نسبة الأكسجين ثم ماذا تستنتج؟ إذن استنتج أن الحلزون يقوم بتبادلات غازية تنفسية مع وسط عيشة بحيث يأخذ منه غاز الأكسجين يعني الأودو ويطرح فيه تنائي أكسيد الكاربون يعني سي أو دو إذن وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو هذا إذن تتبعتم معنا تصحيح هذا الفرض المحروس الخاص بالسنة الأولى إعداد علم حياة الأرض الفرض الأول إذن كما تشفتوا أنه فرض جد بزيت إن شاء الله سنحاول في فروض أخرى نحاول نعطيكم كثير باش تكونوا واجدين إن شاء الله الامتحان إذن إلى اللقاء في فيديو مقبل إن إن شاء الله كان شي حاجة تركوها ليه في التعليقات وأنا سنجاوبكم إن شاء الله لك شكرا